قام صباح اليوم وفد من دولة جنوب إفريقيا المتخصص في مجال الثروة الحيوانية بزيارة عمل لمعهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية بأدف تبادل الخبرات والمعلومات تقرير عبد الرحمان عدم رحمة نتيجة لتقارب وجهات النظر بين معهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية بيشات ومؤسسة أو بي بي لجنوب إفريقيا المختصة في مجال التنمية وتحسين الثروة الحيوانية والتي عرجت في زيارة عمل وتبادل الخبرات مع مأهد بهوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية هايث بدأت هذه الزيارة والتي شملت مختلف أقصام وحدات المأهد تعرفوا من خلالها عبر الشروحات المستفيدة من قبل رؤساء الأقصام حول ما هي العمل الذي يقوم به المأهد والجهود التي بذلت في مجال الثروة الحيوانية وفقا لتطلعات الأصرى الحالي في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية وإنتاجية العلف بالإضافة إلى تشخيص الحيوانات وعقب هذه الزيارة فقد أشاد وفد جنوب إفريقيا المتمثل في السيدان الوازي بام مسؤولة العلاقات الدولية والتسويق لدى مؤسسة أوبي بي والسيد تابيسو موسى المدير العام النائب المكلب بالألاقات مع إفريقيا الشمالية ومسؤول التنمية الاقتصادية هايث أشار بأن مؤسستهما قد أبدت في مجال الثروة الهيوانية وأنهم قد تمكنوا من إنتاج خمسين نوعا من اللقاح البيطري وأشياء أخرى تختص بهذا المجال مؤكدان بأن هذه الزيارة تعد فرصة وبوابة لتفعيل هذا المجال الحيوي وأن حيثيات زيارة وفد الجنوب إفريقي فقط أوضها المدير العام لمأحد بهث الثروة الحيوانية مؤكدان الزيارة دائرين نشوف كيف نقدر نشتركه ونخدمه سواه لأن الشركة الجادة من أوبيبي هي تسأل فاكسين وأن الناس أنا فاكسين ودائرين نتعلم منهم كيف نمشه المهل داخل وإنهم هاجات كويسة دائرين نعلم منهم لأنهم كل الشركة بتحكومة ولكن أدهم كده هرية كيف يشتقلوا ما يشتقلوا ويقدر يعملوا جروش كثير وعقب ذلك فقد عكف الطرفان في جلسة تعريفية لكده المؤسستان أوضها من خلالها عبر عرض مفصل للأحداف والعامل التي توصلت إليها كل مؤسسة وما هي التطلعات المستقبلية والتي ثمن من خلالها ممثل منظمة الفاو وبصفتها الجهة المعنية للبحث أن دعم لمثل هذه الخطوات الإيجابية